ولمناقشة تطورات الانفجار الذي وقع في البصرة والحديث عن تورط إيران في التفجير ينضم إلينا عبر خط الهاتفي من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري سيد زياد مرحبا بك معنا أهلا وسهلا حياكم الله انفجار البصرة اليوم وقع بواسطة دراجة نارية مفخخة وأوقع أربع الضحايا إلى جانب أربع إصابات أخرى كيف تقرأ هذا الانفجار وتوقيته؟ نعم أكيد سمعنا هذا الخبر والحادث الذي وقع اليوم وهو انفجار عبوة قمعية معلوم أن هذا الأسلوب هو أسلوب فرق الموت التي تنتهجه في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى حيث قامت بنقل هذه العبوة القمعية زينة 5 كيلورام على دراجة أحد الأشخاص أو شخصين كانوا موجودين ينقلون هذه العبوة الحقيقة وكان يراد لها تفجيرها على أحد المحققين الذي يحقق في مسائل تخص فرق الموت في محافظة البصرة نعم كيف يمكن تصور دخول مثل هذه المفخخات إلى البصرة في ظل كل هذه السيطرات الأمنية حول وداخل المدينة؟ أم أن الفعل بالفعل من داخل هذه المكونات؟ نعم الحقيقة هذه لم تدخل إلى البصرة من خارج البصرة وإنما هناك مصانع ومعامل موجودة في أغلب المحافظات العراقية تحت منشآت عسكرية تابعة لبعض الفصائل الولائية وفرق الموت التي تقوم بتصنيع مثل هذه العبوات والعمل على هذه العبوات واستخدامها للإستداف أي شخصية ممكن أن تعارض عمل هذه الأشخاص الحقيقة من قام بهذا الفعل لديه فتوى ولديه من خارج الحدود وهذا ما اعترف به قاتل أحمد عبدالصمت عندما قال في المحكمة بأنه قتل بموجب فتوى من خامنعي لذلك هذه الفرق تقتل بفتوى ولكن تعمل تحت غطاء الدولة وتعمل تحت غطاء الحجر الشعبي وخياء فصائل لديها باجات وأسلحة ومقرات بعلم الدولة العراقية وتقوم باغتيال المواطنين وهذا ما حدث وما يفسر ما يحدث الآن في جنوب العراق من عمليات اختيال الشيوخ وناشطين وصحفيين وعلاميين وغيرهم كل من يعارض هذه العملية التي تجري الآن في جنوب وسط العراق نعم بحسب مصادر صحفية وكما تفضلت قبل قليل فإن فرق الموت هي المسؤولة عن الانفجار والسؤال اليوم هل يعني ذلك إذا كان يستهدف الانفجار أحد المحققين بأن هذه الفرق تريد أن توصل رسالة إلى كل ضباط الأمن والعاملين في القوات العسكرية بأن من يقف ضدهم أو في مواجهتهم سيكون مصيره الموت وبالتالي تبقى السيطرة على هذه الحالة من الفوضى المنظمة نعم هذا السلوب إرهاب إرهاب للمواطن إرهاب للأجهزة القضائية إرهاب إلى السياسيين إرهاب لسياسيين المناوئين طبعا إرهاب لمؤسسات الدولة كل شخص يعارض أي مصلحة أو أي شخصية في فرق الموت مصيره هو الموت هي سميت فرق الموت لأنها تنتهج الموت والقتل ولا سبيل لديهم ولا طريقة لديهم سوى قتل الإنسان العراقي استدافة الإنسان العراقي بموجب فتاوي وبموجب دعم مالي وسلاح هذه الرسالة هي ما تريد أن تصله إلى كل المواطنين في كل العراق بأن أي شخص يتكلم أو أي شخص ينتقد أو أي شخص يبحث وراء تلك الفصائل وتلك المافيات مصيره الموت والدليل على ذلك قبل أيام تم استهداف أحد الضباط وهو ضابط استخبارات في كربلاء وتم قتله بدم بارد وأمام الناس جميعا لأنه قام بقتله نفسه من قام بتفجير البطرة كل شخص يبحث في أصول وممارسات وأهداف فرق الموت مصيره الموت وهذه رسالة تلك الميليشيات أو تلك الجماعات المسلحة وهذا ما أدركه أيضا أهلنا الأحرار في جنوب العراق ووسط العراق نعم من ناحية أخرى إلى أي مدى تتوقع سيد زياد مزيد من التصعيد الأمني في المرحلة القادمة بالتزامن مع الصراع المحتدم حول نتائج الانتخابات نعم الحقيقة الصراع هو على المناصب وليس نتائج الانتخابات هو على الكراسي فلو كانت الكتل الفائزة أرسلت رسالة بأن المناصب سيتم توزيعها مثل ما حدث بعد 2003 لحد الآن فإن كل هذا العمليات وكل هذا التفجير وكل هذا الاستهداف يقول كثيرا ولكن هي رسائل للفصائل الولائية رسائل من قبل العصابات المسلحة والمافيات التي تقتل في العراق بأن يأما نكون شركاء في الحكوم والمكاسب والمغانب يأما سنقوم باستهداف المواطن والإنسان العراقي في البصرة وفي الناصرية وفي كربلة وفي النجف وكل محافظة أخرى إضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة وتقويض عمل الدولة رغم أن الدولة أصلا ضعيفة لأن هذه الميليشيات هي من أتت بأغلب الحكومات اليوم بمجرد مقتدر صدر بأنه لوح بأن الحكومة ستكون ذات أغلبية وطنية وهناك معارضة لمن لن يشارك بالحكوم قاموا بهذا التفعيد إذن العمل على شراكة في الحكوم والمناصب هو الوحيد الذي يجعل من سرقة أموال العراق وسرقة مقدارات العراق هو الوحيد الذي سيجعل من تلك الميليشيات تكف جزئيا عن استهداف دم العراقي طيب سيد زياد طالما أننا أمام صراع نفوذ بين الميليشيات وإنجاز التعبير بين الأمن والمخابرات وذلك بعد استهداف عدد من ضباط الأمن والمخابرات ماذا يعني أن يبقى الباب مفتوحا للاغتيالات على مصرعيه؟ وخاصة من طرف واحد تجاه الطرف الآخر الحقيقة ضباط المخابرات وضباط الأجهزة الأمنية الأخرى عاجزون أمام تلك الميليشيات ليس لأنهم الميليشيات أكثروا عددا أو أكثروا تسليحا وإنما عدم وجود قرار من السلطات الأعلى بمكافحة هذه الظواهر موجودة في العراق من يحكم ومن يأتي بأمر للأجهزة الأمنية هو شخص أتت به الميليشيات من موجود الآن في الحكم هو شخص لم يفز بانتخابات هو شخص أو أشخاص لم يحظوا بتصويت المواطن العراقي هم أشخاص أتت بهم المحافظة الحزبية أتت بهم الأحزاب الفاسدة فلا يمكن أن يخرجوا عن طوع هذه الأحزاب باتخاب قرار وطني بمكافحة الفساد وفرق الموت التي تجتم على صدور العراقيين هذه مشكلة الأجهزة الأمنية ولو تصرفة وقام أحد المنتسبين وهذا ما حدث في البصرة نفسه قبل مدة عندما قام أحد الضباط باعتقال شخص تابع للأحزاب وهو يقوم بتهريب المخدرات تم إيقاف الضابط وإطلاق صراح الشخص الذي يقوم بتهريب المخدرات إذن الدولة والحكومة والمؤسسات الحكومية الآن التي تسيطر عليها الأحزاب هي من تشجع على تلك العمليات في داخل العراق أشكرك جزيلاً الإعلامي والصحف العراقي زياد السنجري كنت معنا من فيينا ترجمة نانسي قنقر